السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في محاضرة اليوم نرحب بكم بهذه المحاضرة التي هي بعنوان مؤشر ATR تحديد حركة التداول العرضية والاتجاهية باستخدام هذا المؤشر إضافة إلى مؤشرات أخرى سوف نتطلع إليها في هذه المحاضرة وسوف نستخدمها فيما يتعلق بكيف تربط أكثر من مؤشر مع بعض بغرض تحديد هل نحن بحركة اتجاهية أم بحركة عرضية مع كل ملابسات هذا الموضوع طبعاً أتأكد منكم أولاً هل الصوت واضح والصورة واضحة بالنسبة للجميع حتى نبدأ المحاضرة يريد تأكدولي ذلك من خلال الـ طيب جميل أهلا وسهلا بجميع المتواجدين معنا إن شاء الله محاضرتنا اليوم هي محاضرة يعني هادفة بجزئية معينة تهدف هذه الجزئية لتحديد أو كيفية استخدام مؤشر الـ ATR أو الـ Average True Range كلاهما يعني إنه هو نفس المعنى رح نتعرف على هذا المؤشر على هذا الملابسات على الاستخدام الجميل جداً اللي بيتيح ليه هذا المؤشر واللي بيغيب عن كثير من المتداولين شو من كانت استراتيجيتك أو شو من كان الأداء اللي أنت بتستخدمه لربما مؤشر الـ ATR تجد ضالتك فيه فيما يتعلق بتحديد نقاط الدخول ونقاط التمركز في الأسواق بشكل إيجابي لأنه بمر علي وأنا شخصياً يعني أسأل كثيراً عن مجموعة من أو مجموعة من الأسئلة التي تتبحور هل خرجنا من النطاق التداول العرضي هل نحن فيه اتجاه جديد هل سنعكس الاتجاه في هذه الحالة طيب أنت لازم تطلع على الأدوات والمؤشرات اللي بتساعدك على التحديد ذلك أنا بالنهاية ما عندي العصال الصحرية إنما أقوم باستخدام أدوات ومؤشرات منها هذا المؤشر على سبيل المثال رح نتحدث عنه اليوم هذا المؤشر صمموا وطوروا جي ويلز وايدر وهو يعتبر ويوعد من أشهر المحللين الفنيين قام بتطوير عدد كبير جداً من المؤشرات الفنية منها اللي بيختص بالمومنتم وأيضاً بمؤشرات الأوسليترز مؤشرات التذبذوب مؤشرات الزخم السعري جميعها يعني قام بتطوير مجموعة من المؤشرات أبرز المؤشرات اللي طورها جي ويلز وايدر هي مؤشر الـ ATR على ماذا اعتمد مؤشر الـ ATR أو على ماذا يعتمد؟ يعتمد أولاً على ما يسمى بالـ TR فهو أفرج التـ TR TR يسمى بالمدى الحقيقي أو النطاق الحقيقي شو هو الـ TR؟ TR هو ببساطة شديدة هو أعلى نقطة يتحرك فيها السعر مع أدنى نقطة تحرك فيها السعر خلال فترة زمنية معينة بمعنى لما أنا بشوف هذا النطاق السعري الذي تحرك فيه السعر وأأخذ متوسط هذا النطاق وهون هون الإضافة اللي هي الـ Average True Range أستطيع معرفة إذا ما تحرك السعر خارج هذا النطاق أو لا يزال ضمن النطاق السابق أحياناً النطاق وهذا أحياناً كثيرة بيكون في عندي بعض المنتجات اللي التداول عليها عرضي ولكن التذبذب عالي يعني التذبذب عالي جداً من أمثلتها مثلاً الـ GPP-JPY والتقلبات الحادة هلأ الفكرة هي هل نحن في هذه المرحلة في مرحلة التداول عرضي أم في مرحلة التداول اتجاهي هون مهم جداً نعرف هذا الموضوع حتى نعرف نحن بالنسبة لسفقاتنا متوسطة وطويلة المدى فهذا المؤشر يقيس مدى التذبذب ومؤشر التذبذب لحادي اسمه TR مبني فقط على أعلى وأدنى الأسعار لذا فهو غير فعال متى عندما يكون في عندي gaps الصوت واضح في محمد وفي فراس بيقولوا أن الصوت مش واضح محمد قال آه تمام طيب رجع الصوت هيك تمام طيب طيب جزء لأني عم بتحرك شوي أنا خلص راح نسبت الفكرة هون أن عندما يكون عندك فجوات سعرية عندما تكون الحركات محدودة ما بيعطيني فعالية ما يسمى بي TR أو True Range مين اللي بيعطيني الفعالية الـ ATR فهو يغطي ما يسمى بالتذبذبات الضائعة ماذا يقيس مؤشر الـ ATR متوسط الـ TR خلال فترة زمنية محددة ويمكن التجار أو يمكن التجار من الحصول على نظرة أدق حول السلوك السعري والحقيقي يعني حقيقي وليس أنه والله مثلا في عندي شمعة طالعة وشمعة تانية طالعة بعدين شمعة حمرة نزلتني بنفس المقدار بعدين ردت إجت ثلاثة شموع خضراء بعدين نزلتني بشمعة حمراء واحدة بدي أعرف أنا هل باتجاه بحركة اتجاهية أم بحركة عرضية مو بس بالنظر للحكاية ليس بالنظر فقط وإنما في عندي مؤشرات مثل الـ ATR يمكنني تماما من معرفة هل أنا في منطقة عرضية لا أزال أم بدأت أخرج من المنطقة العرضية باتجاه الحركة الاتجاهية يعني هل التداول عرضي أم يوجد اتجاه سواء كان صاعد أو هابط بكلمات أبسط هذا المؤشر يعبر عن متوسط النطاق الحقيقي الذي تحركت فيه الأسعار خلال المدة المحددة في المؤشر وهو ليس مؤشر يعطيني الاتجاه صاعد أو الاتجاه هابط ركز معي ما رح يقل لي الحركة باتجاه صاعد أو الحركة باتجاه هابط هو رح يقل لي الحركة باتجاه أو الحركة عرضية كيف نقيس أولا نحتاج لقياس التي آر أو هو هذا المؤشر ماذا يقيس أو يستخدم التي آر شو هو التي آر بالضبط هو أعلى قيمة أكبر قيمة للنماذج الثلاثة اللي شايفينها أدامي A, B, C اللي هي تمثل إما أن يكون الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر بالشمعة الحالية نفسها أو الفرق بين أعلى سعر والإغلاق السابق بالقيمة المطلقة أو الفرق بين أدنى سعر والإغلاق السابق أيضا بالقيمة المطلقة تمام؟ فأعلى واحد فيهم يتم اعتماده على أنه هو شو؟ هو التي آر وننتقل على الشمعة اللي بعدها ونقيس التي آر مرة ثانية وهكذا من هنا يتم حساب متوسط النطاق الحقيقي وأنا ما بدي أدخل بحسابه وكيف المعادلة تبعه وكيف الجدول اللي بنرسمه ما بهمني؟ بهمني أعرف شو هو بيمثل يعني بمعنى آخر هو يمثل أوسع نطاق سعري تحرك فيه السعر فهو إذا تحرك السعر بهذا الشكل فهو يقيس النطاق السعري الأوسع الذي تحرك فيه السعر أوسع نطاق من هنا يتم حساب متوسط النطاق الحقيقي لأي تي آر ونفترض افتراضاً رح نعتمده 14 شمعة أوكي؟ ويمكن استخدام هذا المؤشر من هلأ الجواب على كل سؤال هذا المؤشر يتم استخدامه على أطر زمنية صغيرة ويومي وأسبوعي وشهري وسنوي يعني على كل التايم فريمز بإمكانك تستخدم الأي تي آر قراءات أي تي آر غير قابلة للمقارنة بين عدة أدوات استثمارية بمعنى قراءة الأي تي آر هي تتبع للأدات الاستثمارية نفسها إذا الأي تي آر على اليورو يوس دي عاطيني على سبيل المثال قراءة مثل خلينا نقول 8 الأي تي آر على اليورو يوس دي عاطيني 8 بينما أعطيني الأي تي آر على الجولد 3 لا يمكن أن أقارن والله الأي تي آر أكبر من 3 على اليورو أكبر من الأي تي آر على الذهب بالتالي حركة الذهب اتجاهية بشكل أكبر من الأي تي آر اللي هو على حركة اليورو اتجاهية أكثر من الحركة الاتجاهية الخاصة بالذهب لا تقارن أدات استثمارية مع أدات استثمارية أخرى بينما على سبيل المثال الرس آي فيني قارن الرس آي الذهب مع الرس آي مين اليورو يوس دي على سبيل المثال ومقارنتهم تعطيني قراءة واضحة مثلا إما أن الذهب متشبع أكثر من اليورو يوس دي وما إلى ذلك لكن بالنسبة للأي تي آر فهي تخص الأدات الاستثمارية نفسها نقارن قراءة الأي تي آر نفسها على المؤشر هل هي مرتفعة بالمقارنة مع قراءتها السابقة أو منخفضة بالمقارنة مع قراءتها السابقة فهو مرتبط بسعر الأدات الاستثمارية حيث ستكون قراءته مرتفعة عندما يكون سعر الأدات الاستثمارية مرتفع بمعنى الدهب سعره 1300 تمام الدهب هلأ سعره 1340 على سبيل المثال بينما اليورو قراءته هلأ 1.224 على سبيل المثال طيب اكيد الATR اللي هون رح يكون اعلى من الATR اللي هون لانه الفوارق السعرية اكبر بالتالي لا نقارن الATR تبع الدهب مع الATR الخاص باليورو فهو حكما قراءته رح تكون اكبر لانه عبارة عن فرق اسعار بنهاية الامر تمام ببساطة يمكن ان نرى قراءة الATR ترتفع متى ترتفع الATR عندما يبدأ السعر بالتحرك في اتجاه اذا بدأ السعر بالارتفاع فالATR يرتفع واذا بدأ السعر بالانخفاض فالATR ايضا يرتفع اذا تحرك السعر بحركة عرضية فالATR يكون منخفض اذا لما يكون عندي اتجاه سواء صاعد او هابط الATR شو بيكون صاعد عندما يكون الحركة عرضية الATR شو بيكون قراءة منخفضة وهنا قراءة الATR دوما هي بالقيمة المطلقة ما رح تشوف الATR ماينس ما بيجي بالقراءة السلبية فهو دائما بالقيمة المطلقة ودائما ايجابي هو يقيس المسافة بين نقطتين وليس الاتجاه السعري بين النقطتين يعني هو بييس المسافة بين نقطة السعر A ونقطة السعر B الAT هي هي المسافة ما بيحدد لي اذا كانت B اعلى من A او لا ولكن يحدد لي انه يقيس المسافة بين A و B هل هي كبيرة نسبيا ام صغيرة نسبيا علينا ان نعلم ان السعر عندما تكون فيه تذبذبات عالية وبالتالي قراءة قراءة مرتفعة في مؤشر ATR فهذا يعني ان الاهداف ونقاط وقف الخسارة في حالة الفرصة ان وجدت يجب ان تكون شو بعيدة نسبيا هذا الحكي اسمه دهب هذا الحكي دهب تريدر بهمه يعرف يحط الستوب بلوس قريب ولا بعيد يعتمد وقف خسارة قريب نسبيا ام لا كيف بد يحدد هل وقف الخسارة يجب ان يكون كبير هل ممكن السوء يرتد عليه بشكل اكبر ارجع الATR اذا كانت قراءة الATR كبيرة فهذا يعني ان هناك تذبذبات عالية ويجب ان تكون نقاط وقف الخسارة والاهداف بعيدة نسبيا ATR لحاله ما بيعمل لي شي ATR لحاله ما رح يساوي لي كثيرا او لن يخدمني بشكل كبير اللهم مثل ما قلت لكم بيحددلي ان الحركة اتجاهية ام حركة نطاق عرضي هذا واحد اتنين اللي ما بتقدر تشوفه بالعين او تحدده بشكل واضح الATR بيجيب لك اياها السريع بيحددلك هل القراءة بدأت بالارتفاع هل التذبذب بدأ بالتصاعد هل يوجد هناك حركة اتجاهية ام لا اتنين بيساعدني اذا كان اساسا الATR نسبيا بدأ بالارتفاع فيجب ان نعتمد على نقاط وقف خسارة بعيدة نسبيا وجني ارباح بعيد نسبيا مثال تطبيقي مثل ما شايفين امامكم تحت مؤشر الATR هون مؤشر الATR لاحظ عندما كان النطاق عرضي كان كان الATR شو منخفض بقراءة منخفضة بدأ السعر بالهبوط وكسر مستويات الدعم بدك تقول لي دغري مباشرة رح تسألني ندخل كسر الدعم طيب انظر هل بدأ الATR بالارتفاع فعليا اذا معناتها في عندي شو حركة اتجاهية وهون بحالتنا حركة هابطة اذا ATR ما بدأ بالارتفاع فهي تذبذب واسع النطاق فقط تذبذب واسع النطاق لاحظ مرة تانية بدأ الATR بالهبوط دخلنا بالنطاق عرضي اذا امتد الATR واستقر عند مستويات واحدة لاحظ هون هبوط معناتها نطاق عرضي ولكن شو ضيق خلال فترة زمنية قصيرة ATR نخفض بشكل كبير ATR استقر معناتها عندي نطاق عرضي ولكن او تداول عرضي ولكن النطاق تبع شو اوسع هذه المسافة اكبر من هذه المسافة اللي احنا شايفين من هون ليش لانه ATR مرتفع نسبيا ولكن مستقر مرة اخرى نطاق عرضي الATR مستقر ولكن اوسع لاحظ ATR عادة الارتفاع اذا يوجد حركة اتجاهية قوية هبوط صعود حاد عادة مجددا للهبوط الATR معناتها عندي نطاق عرضي شو ضيق ليش لانه ATR قراءته منخفضة نسبيا بالمقارنة مع ما كان عليه ويستمر نطاق ضيق على مرحلتين على هي المرحلتين ATR لا يزال نسبيا ضعيف عما كان عليه سابقا هون الATR اعلى فانعكس على انه نطاق العرضي اوسع طيب نستمر لاحظ ATR بقراءة منخفضة عندي تداول شو عرضي ATR بدأ بالارتفاع بدأنا بشو بالقمة هاي لاحظ كل هذا ارتفاعات الATR يسجل قمم قمم متتالية بالارتفاع معناتها أنا عندي شو حركة اتجاهية يوجد اتجاه لاحظ يوجد اتجاه هذا هو الفرق بين حركة عرضية ما بين يوجد اتجاه مرة اخرى الATR عاد للارتفاع من قاع لاحظ كان هون منخفض وبدأ بالارتفاع اذا يوجد حركة اتجاهية الى ان وصلنا للقمة عودة سريعة للهبوط معناتها شو عودة سريعة للهبوط يعني ذلك حركة عرضية ولكن شو بنطاق واسع حركة عرضية بنطاق واسع لانه الATR بدأ بالهبوط القراءة المنخفضة لمؤشر ATR تعني استمرار الحركة في اتجاه عرضي ATR قراءة منخفضة تداول عرضي ATR لا يزال تداول عرضي طيب مع اختراق هذه القمة هون على الATR رح يكون عندي حركة اتجاهية لاحظ بدأ بالحركة الاتجاهية عودة هبوط معناتها انعكاس بالاتجاه و نطاق عرضي واسع ونطاق عرضي واسع انعكاس بالاتجاه لما يرسم ATR قمة معناتها انعكاس بالاتجاه وعودة بالهبوط يعني بدأ اعكس بالاتجاه كامل فكأنها نطاق عرضي واسع هبوط بالATR حركة عرضية معاوذة ارتفاع حركة اتجاهية قمة جديدة انعكاس بالاتجاه كلما كانت قراءة ATR هي الاعلى نسبيا كلما ارتفعت احتمالية انعكاس الاتجاه اعلى قراءة لاحظ قبل ما يصير الانعكاس اعلى قراءة قمة وبدأنا بالهبوط انعكاس بالاتجاه واضح في سؤال عليها حتى الان لانه راح ندخل هل على استخدام مؤشرات اضافية لتقوية الATR لتقوية استخدام الATR على الATR نفسه في عنا اي سؤال راح تابع راح نستخدم بعض الاستراتيجيات الخاصة باستخدام مؤشر قياس الATR وهون راح نستخدم ما يسمى ATR و الموفينج افرش كيف نستخدم الATR مع الموفينج افرش هلأ نحن اكتشفنا انه في عنا سلاح متخبي مننا اللي هو افرش ترو رنج الATR اللي بيساعدني على تقييم نطاق الحركة العرضية هل هو واسع هل هو ضيق ام يوجد عندي حركة اتجاهية يلاحظ كم خدمة ساعدني اما نطاق الحركة واسع او نطاق الحركة ضيق او حركة اتجاهية لا وكمان ساعدني اذا يوجد انعكاس بالاتجاه عندما يكون عم يرسم قمة او عم يرسم قاع الATR عندما يرسم قمة او يرسم قاع معنا انعكاس بالاتجاه طيب خلينا نضيف عليه موفينج اوريش متوسط متحرك سنستخدم متوسط متحرك بسيط اللي هو بنسميه SMA Simple Moving Average ورح استخدم الاعدادات 100 Simple Moving Average 100 لاحظ سنلاحظ مؤشر التذبذب اللي هو الATR يزداد بشكل مضطرد يعني يبدأ بالارتفاع بشكل اكبر عندما يتقاطع السعر مع مين مع المتوسط المتحرك سواء الى فوق او الى تحت وبالتالي يمكن الاستفادة منه بشكل كبير في تحديد الاتجاهات الجديدة طيب كيف تع لاحظ عندما يكون السعر يتقلب حول المتوسط فنحن بالنطاق شو بالنطاق عرضي ولكن واسع نسبيا تمام خلينا نبدأ نشوف التقاطعات عندما يتقاطع يغير الاتر من سلوكه عندما يتقاطع يغير الاتر من سلوكه في كل لحظة يتقاطع فيها يغير الاتر من السلوك بالاتجاه بالاتجاه الصاعد طيب خلينا أخذها بالعكس أنا بدي شوف السعر كيف يتحرك عندما يغير الاتر سلوكه إذن يوجد اتجاه جديد ننتظر التقاطع مع المتوسط يمثل المتوسط المتحرك في هذه الحالة مؤشر فعال لتمييز الاتجاه تتحرك الأسعار بشكل مختلف تماما في كل من الطور الصاعد والطور الهابط كيف عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك السعر فوق المتوسط لاحظ هذه الحالة السعر فوق المتوسط ينخفض التذبذب بشكل مباشر لما يصير عندي الكروس شو بيصير بالتذبذب يبدأ بالارتفاع التذبذب مع الكروس عندما يتحرك السعر بالاتجاه المنخفض دون المتوسط هاي اللحظة هون يبدأ المتوسط المتحرك ATR بالارتفاع واضحة هي النقطة مثال اخر ارتفاع التذبذب هي اشارة الى ان اتجاه جديد قادم ما نحن حكينا انه هو متوسط النطاق الحقيقي يعني هو يقيس هل الاسعار بدأت تتحرك باعلى مما كانت عليه سابقا ام لا فعندما يرتفع التذبذب فهي اشارة على ان الاسعار بدأنا نرى اسعار اعلى من الاسعار السابقة او ادنى من الاسعار السابقة ما عد نحن عم نتحرك بضمن النطاق العرضي عندما يرتفع الATR يعني هناك خروج اما بالاتجاه الصاعد او بالاتجاه الهابط لاحظ منطق الخضر الATR بدأ بالارتفاع ببدايتها رسم رسم القمة رسم القمة معناتها بدأ يعطيني اشارة بالهبوط بتغير بالاتجاه عاذ للهبوط مجددا لاحظ لاحظ نقطة نقطة القاع اللي نحن شفناها هون هي معاودة اتجاه جديد ارتفاع التذبذب عودة التذبذب للارتفاع هي يعني اتجاه جديد يعني خذ الATR لحاله واتطلع اذا عاد الATR للارتفاع مجددا اذا يوجد هناك اتجاه عندما يكون لاحظ السعر عما يتقلب حوالين المتوسط لاحظ الATR منخفض لانه السعر في ضمن نطاق عرضي ضيق حوالين المتوسط بس خرجنا من النطاق هذا بدأ الATR بالارتفاع بدأ بالارتفاع عفوا هي هون هاي هي هاي النقطة القاع الجديد تمثل القمة السعرية اللي نحن كنا فيها فوق اذا خليني ننظف بس ال اذا ارتفاع التذبذب هي اشارة الى ان اتجاه جديد قادم رح نشرح اخ وحيد رح نشرح المنصة ارتفاع التذبذب هي اشارة الى ان اتجاه جديد شو رح يكون قادم عندما ينخفض التذبذب معناتها نحن عمنا نتداول في منطقة عرضية خليني يضيف لكم مؤشر اضافي volatility vs momentum التذبذب مقابل الزخم يخطئ الكثير من المتداولين حين يعتبرون التذبذب هو نفسه الزخم يعني volatility او التذبذب السعري هي نفسها الزخم السعري لا غلط التذبذب لا يشير الى اتجاه الزخم السعري يعطيني اتجاه وقوة الاتجاه ايضا وجهة الاتجاه ايضا بينما التذبذب ما بيعطيني اتجاه لوين رايح بيعطيني يوجد اتجاه او لا وهنا نعرف او نفرق بين كل من التذبذب والزخم التذبذب هو درجة تقلب الاسعار حول المتوسط هل تتقلب الاسعار بنطاق واسع حول متوسطاتها ام بنطاق ضيق حول متوسطاتها عادة تكون الشموع اليابانية الظلال طويلة واجسام شموع صغيرة عندما يكون التذبذب شو عالي بينما الزخم الزخم السعري لا لما يكون في عندي زخم سعري معناتها في عندي اتجاه معناتها في عندي شموع ما فيها استطالات فيها جسم الشمعة كبير وممتد وطويل وبلون واحد تقريبا عشر شموع حمراء أو عشر شموع خضراء وربعض يوجد زخم سعري ما ما فيك تقول يوجد تذبذب سعري لا ما فيه تذبذب سعري إنما يوجد اتجاه مثال للمقارنة ما بين الرس وال اي تي ار لاحظ ال اي تي ار منخفض قلنا القراءة المنخفضة لل اي تي ار شو يعني هل هي حركة عرضية ام حركة اتجاهية عندما يكون اي تي ار منخفض فهل هي حركة عرضية ام حركة اتجاهية المفروض تكون حركة عرضية لا يوجد اتجاه فيها لأنه قراءته شو منخفضة اما في نفس اللحظة لاحظ الار اس اي الزخم كان باعلق مستوياته يوجد نوع من التشبع البيعي حتى الزخم بدأ يتراجع مثال تاني التذبدب عالي جدا ومرتفع ولكن الزخم شو ضعيف ليش لأنه في عندي شموع خضراء كبيرة في اتجاه اساسا شو هو هابط لاحظ اي تي ار يعود للانخفاض يوجد يوجد اتجاه واضح المعالم ولكن فالاتجاه الاتجاه العام واضح المعالم لاحظ هون في هذا المثال يوجد اتجاه كل الشموع لونها اخضر لكن الار اس اي شو عن بيقلي انتبه في عندي تشبع بعمليات 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 الشراء وممكن نبدأ نعود بالهبوط بس في عندي اتجاه طالما هذا لم يرتفع بعد فانا لساتني باتجاه صاعد اول ما بدأ يرتفع الاتي بينما لما انا السعر عم بيقلي في عندك في عندك مجال للهبوط بشكل اكبر طالما الار اس اي لا يزال دون مستويات الخمسين وبالاتجاه الهابط ولكن انا لازم اكون حذر هون ليش لازم يكون ستوب بلوس تبعي بعيد نسبيا طيب شو السبب لانه الاتي ار مرتفع لانه الافرج مرتفع فبعد هاي القمة اللي نرسمة هون انا رح يصير عندي الستوب بلوس بعيد نسبيا مو لو انه الاتجاه العام اتجاه شو هابط لانه انكانية الارتداد ويدرب لي ستوب بلوس اكبر اخر جزئية من المحاضرة رح احكي لكم على شي اسمه الستاندرد ديفيييشن او مؤشر الانحراف المعياري اللي نحنا بنستخدمه بتداول التداول او بالتحليل شو يعني انحراف معياري يعني قديش بتبتعد الاسعار عن متوسطها كم تبتعد الاسعار عن المتوسط تبعها القراءة المنخفضة للانحراف المعياري يعني ان الاسعار او بنسميه STD ديف ديف STD standard deviation نفس الشيء الفكرة عندما تكون قراءة standard deviation منخفضة معناتها الاسعار قريبة من المتوسطات عندما تكون قراءة standard deviation مرتفعة نسبيا فالاسعار بعيدة جدا عن المتوسطات ونحنا بنعرف ان المتوسط مثله مثل المغناطيس عندما تقترب الاسعار منه فهو يدفعها للابتعاد وعندما تبتعد عنه شو رح تعمل رح يجذبها مرة اخرى بالتالي standard deviation بيحدد لي كم هي بعيدة الاسعار عن متوسطها هل بعيدة كثيرا نسبيا ام قريبة نسبيا يمكن الاستفادة منه للتعرف ما اذا كانت تذبذب السعري في الفترة القادمة سيزداد او سيتراجع لانه لانه الحركة السعرية الكبيرة شو رح يجي بعدها حركة سعرية صغيرة هيك التاريخ لانه نحن عم نستخدم شو عم نستخدم شي اسمه تحليل فني مبني على دراسة التاريخ والاسعار التاريخية عندما تكون قراءة مؤشر الانحراف المعياري مرتفعة هذا يعني بان حركة كبيرة في السعر كانت قد حصلت وسيبدأ التذبذب بالانخفاض يعني كان عندي جنب كبير بالسعر ورح يبدأ بعدها السعر شو بالانخفاض تدريجيا او عفوا التذبذب يبدأ بالانخفاض تدريجيا عندما تكون قراءة مؤشر الانحراف المعياري مرتفعة لاحظ قراءة الانحراف المعياري مرتفعة فالسعر في حركة اتجاهية قوية ماشي و يبتعد عن المنطقة السعرية التي كان فيها سابقا عندما تكون منخفضة فهو ضمن المنطقة السعرية التي يتحرك فيها عندما تعود للارتفاع مجددا اذا رسمت انا هون عند هذه النقطة تحديدا resistance line مع اختراق هذه النقطة هون انا بعرف انه انا خرجت من منطقة سعرية وبدأ السعر يسلك حركة اتجاهية جديدة المؤشر الانحراف المعياري يرتفع مع ارتفاع السعر عن مستوى الشموع في الفترة السابقة العكس عندما مثل ما شرحت لكم تكون القراءة منخفضة للSTD ديف معناها نحن في نطاق عرضي بس بدأت بالارتفاع معناها هي فرصة شو لحركة اتجاهية جديدة دعا ندمج مع بعض الSTD ديف مع الATR ونشوف الاستراتيجية تبعنا كيف رح تشتغل على الرابط بين المؤشرين ATR و ديف STD أو Standard Deviation هو أن كلا المؤشرين يقيسان التذبذب لكن عند وضع نفس الفترة لكل المؤشرين اللي هي 14 سنلاحظ ما يلي أولا بما أن ATR يقيس التذبذب السعري يعني ديف دبذب السعر و نطاق تحرك الأسعار خلال فترة محددة فإن خروج السعر عن هذا النطاق يعني أن السعر أساسا اختلف عن مستوى الشموع السابقة طلع من النطاق وفي هذه اللحظة يمكن أن نعلم بأن الحركة اتجاهية أما إذا كانت قراءة ATR أقل عفوا لا تزال أكبر من قراءة Standard Deviation فذلك يعني أن السعر صحي في نطاق عرضي وقد يكون واسع ولكن اسمه نطاق عرضي لا يوجد حركة اتجاهية حتى لو كانت تذبذب شو عالي ليش لأنه ATR أكبر من STD فنحن بنطاق عرضي إذا كان أصغر فنحن بحركة اتجاهية ATR أكبر فنحن بحركة عفوا لاحظ إذا كان اللي باللون الأخضر هون هو ATR فنحن بحركة اتجاهية إذا كان ATR أكبر من standard deviation فنحن بحركة عرضية إذا كان التذبذب أكبر من الانحراف المعياري فنحن حتى لو كان هناك التذبذب عالي لأنه زال في نطاق عرضي بنسميه نطاق عرضي واسع ولكن بلحظة يصبح ATR أقل من standard deviation معناة الأسعار بدأت تبتعد عن نطاقات هالسابقة نحن بحركة شو اتجاهية هون اتجاه وهون حركة عرضية واسع هون حركة عرضية وإن كانت واسعة لأنه قراءة ATR قد تكون كبيرة نسبيا ولكنها لا تزال أكبر من standard deviation أما إذا كانت ATR عفوا هون هذا هي الحركة العرضية أما إذا كانت ATR أصغر من standard deviation فهذا يعني أن السعر في حركة اتجاهية تمام نعطي مثال لاحظ المثال طبقت كل من standard deviation وال ATR كلاهما ركبت مع بعض على المنصة ونرى إذا كان standard deviation أعلى من ATR فنحن بحركة شو اتجاهية إذا كان ATR أعلى من standard deviation حتى ولو كان ATR عالية نحن بشو بحركة عرضية مرة ثانية بندخل فيها هون ATR أصبح أقل من standard deviation فحركة اتجاهية شو مؤقتة وبنرجع القراءة ATR إذا كانت قليلة نسبيا بالمقارنة عما كانت عليه فبالتالي لا يوجد تذبذب ولكن عندي شو اتجاه واضح المعالم التذبذب ضعيف والاتجاه واضح المعالم مرة أخرى ATR أكبر من standard deviation حركة عرضية ATR أصغر من standard deviation حركة اتجاهية مرة أخرى خليني أطبق لكم الآن بعض التطبيقات العملية حتى مع بعض نعرف شو كيف نستخدم هذا المؤشرين مع بعض بس 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 أروح معكم على أي product هون مثلا خلينا نقول ناخذ EURUSD على سبيل المثال نضف كل شي في عنا تشارتات هذا 100 رح خليه رح نحزف هذا على سبيل المثال وبندخل المؤشر مع بعض Insert Indicator Average True Range موجود أول already عنا رح أخذ بإعدادات الإفتراضية 14 وحطيناه عملنا له OK هذا Average True Range بعدين منفتح عنا شي هون اسمه Navigator على سبيل المثال بنروح عنا على Indicators نفتح Indicators وبناخد STD Dev إذا كان موجود إن شاء الله يكون موجود عندي موجود عندي هون win موجود ترجمة نانسي قنقر 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 هون ارتفع هون ارتفع نانسي قنقر عندي شو حركة اتجاهية عندما تكون قراءة اي ا ار أعلى معناتها عندي تذبذب أعلى عندما تكون قراءة اي ار منخفضة معناتها التذبذب منخفض فعندما ارتفع هون الستدي فوق مستويات الاي تي ار ولكن كلاهما قراءتهما منخفضة نسبيا لاحظوا الهبوط ضعيف نسبيا يوجد حركة اتجاهية ولكنها بحركة ضعيفة نسبيا لاحظ مرة أخرى خروج لاحظ مرة أخرى الخروج فوق مستويات الاستيدي فوق مستويات الـ ATR هو فرصة للدخول بصفقة بحركة أو باتجاه اللي هو هون بمثالنا رح يكون شو الاتجاه الصاعد هاي هي النقاط الأساسية اللي حبينا نشيرها لكم في محاضرة اليوم أشكر لكم جميعا حسن المتابعة نتمنى نكونوا استفدتم من هالمحاضرة محاضرة أنا سجلتها وجميع المحاضرات بصراحة عم تتسجل في عنا ضغط شوي بالفترة الحالية بتعديلات على الموقع وعلى الويبسايت رح يتم رفع كل المحاضرات المسجلة قريبا إن شاء الله طبعا محاضرات الأسبوع الماضي اللي انطلق بالعام الجديد سيتم رفعها خلال الأسبوع الحالي وإن شاء الله مع الأسبوع القادم سوف يتم رفع محاضرات هذا الأسبوع بشكل كامل هل يوجد أي سؤال أو استفسار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر